شكراً هديرا تسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من تلفزيون مصري أهلاً بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور خلال ندوة التثقيفية سادسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة ذكر انتصارات أكتوبر أضاف الرئيس السيسي أن مصر لم تحارف فقط دفاعاً عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته وخلال الندوة حرص الرئيس السيسي على تقديم التحية لعدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وتوسط الرئيس صورة تذكارية مع أبطال الحرب كما حرص رئيس السيسي على تكريم زوجات أبطال حرب أكتوبر وقادتها لدورهن في دعم أزواجهن خلال هذه الفترة وخلال ندوة التثقيفية للقوات المسلحة أكد رئيس السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة يمكن تجاوزها بالجهد والعمل من أجل الوطن مضيفا أنه في ظل هذه الظروف ما زالت قوى الشر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكرهية وتبث سمومها في شرعين الوطن من خلال نشر الأكاذيب وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة مرتكبي وقاعة الاعتداء على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية في العاصمة بغداد وقال الكاظمي أن هذا الاعتداء يمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن جيشه يحقق تقدما سريعا وقويا في الجنوب وأنه استعاد عشرات البلدات هذا الأسبوع من الروسي في الجنوب والشرق وفي خطاب له قال زيلنسكي أن بعض الأراضي التي تمت استعادتها تقع في خرسون ولوهانسك ودونتسك التي ضمتها روسيا إليها عبر الاستفتاءات أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أربعة صواريخ أرض أرض باتجاه بحر اليابان بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية وقال مصدر عسكري كوري جنوبي إن إطلاق هذه الصواريخ يأتي ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان أن أذربيجان أفرجت عن 17 أسير حرب من جنوده بعد وساطة أمريكية وذلك في عقاب إعادة إطلاق محادثات السلام بين البلدين برعاية واشنطن ثمن باشنيان جهود الولايات المتحدة في المساعدة بإعادة أسر الحرب معربا عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في حل القضايا الإنسانية وإحلال السلام في المنطقة بوساطة دولية دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى فتح تحقيق محايد ومستقل بعد بث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ما يد أنه إعدام أسر حرب أرمان على أيدي جنود أذريين وخلال جلسة لمساءلة الحكومة في الجمعية الوطنية قالت كولونا إن إعدام الأسر يشكل جريمة حرب لا يمكن أن يكون هناك إفليات من العقاب مضيفة أن فرنسا متضامنة مع شعب الأرماني ودعت إلى فتح تحقيق محايد ومستقل بشأن هذه المزع حقق فريق ليفر بول إنجليزي فوزا ثامينا على ضيفه رينجرز السكتلندي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دور أفطال أوروبا الفوز رفع رصيد الريدز إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر نابولي الإيطالي فيما ظل رينجرز في المركز الرابع والأخير بدون نقاط وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الثالثة حقق إنتر ميلا فوزا ثامينا على ضيفه برشلونة بهدف النظيف ليرفع رصيده إلى ست نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر بارني ميونيخ برصيد تسع نقاط فيما تجمد رصيد برشلونة عند الثلاث نقاط ليبقى بالمركز الثالث نهاية الموجز نعود استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل